موسيقى السعودية الأصيلة بعشر وجهات سياحية حددتها الهيئة السعودية للسياحة لما أطلقت موسم صيف السعودية تنفس توزعت الوجهات نضغطي معظم نقاط الجذب السياحي حتى لو ما سفرنا نقدر نظهر صار فينا نطلع في مشاوير في أنشطة في فعاليات والحلو أنه عم يتولى كمين القطاع الخاص إمام القيادة وفق تسهيلات وضوابط ودعم وتمكين من قطاع أو القطاع الحكومي المتمثل بالهيئة السعودية للسياحة واللي اتظافرت اليوم الجهود مع بقية الجهات الحكومية ليعطونا أحلى تجربة سياحية مميزة بتلقمك بتلقم أذواقك فئة العمرية كنت شاب كنت صبية كنت عائلة عندكن أولاد فنادق عروض تروجية مختلفة حتى شركات التنظيم السياحي إلى عروض وباقات وخيارات واسعة ادخل على موقع visit saudi.com الموقع الإلكتروني روح السعودية رح يضم كل الباقات والعروض الخاصة بالموصل حتى الوجهات فليل التنفس لنتنفس روح السعودية وهو العنوان الأجمل لقضاء أمتع الأوقات في ظل هذه الأزمة ومع العديد من الوجهات التي تسكرت إلا أنه بمساحة السعودية الكبيرة ما في شي مسكر حدودك مفتوحة على كل المناطق عبيلك تطلع طيارة اطلع طيارة داخلية عادي بدك مشوارة على الطريق كمان مشاويرها طويلة مع العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض اللي بتلائم كل الأذواق سفرتنا اليوم إلى جازان اللي فيها كافة العناصر الرئيسية لا إذا بدك عطلة صيفية فريدة ومتميزة بدك ساحل فهي تحاذي ساحل البحر الأحمر السعودي لمسافة 200 كيلومتر تسخر هذه المنطقة الصغيرة بثروتها الطبيعية الثقافية والمغامرة فيها من مناظر طبيعي تتنوع بين شواطئ من الرمال البيضاء ومياه البحر الأزرق فوق هذا كله بدك غابات في غابات خضراء وقمم وجبال سخرية جازان تعرف هذه المدينة السحلية بأنها نقطة انطلاق إلى جزيرة فرسان البكر التي تشكل محمية من الجزر والجزر المرجانية التي تعد موطنا للكثير من الحياة البرية والكائنات البحرية الملونة يعني شيء حلو إذا عبالك كأنك يعني مثل ما بيقولوا عم تقضي صيفية اللي بيحب البحر والجبال والغابات واللي بيحب كمان الغطس وجه ساحرة أيضا لأولئك الذين يسعون لاستكشاف التراث السعودي والتنوع الجغرافي فيها جزان سحر متنوع مثل مناظرها التبعية بدءا من الحصن القديم المسقوف بأشجار النخيل المطل على المدينة وصولا إلى المنازل التجارية أو البنيات المشيدة من الأحجار المحفز للخيال في قرية القصر أماكن تستحق الزيارة بسيطة شواطئ خاطفة للأنفاس عندي ساحة الجزان المنحني بلطف وجهة مثلية لعطلة عائلية شاطئ الموسم جنوبا وشاطئ الشقيق شمالا هايدي شواطئ وبتشمل كمان أبرز الأنشطة المشي حافي على الأقدام على الرمال أو التقاط الصور مع خلفية البحر الرائعة الاسترخاء التشميس صيف معتدل كمان بتقدر تزور المنتجعات القريبة هي مجموعة متنوعة فيها من الرياضيات رياضيات الحلوة الرياضيات أنا راسة بالرياضيات من الرياضات المائية ركوب القوارب الرحلات مثل صيد الأسميك بتقدر وممكن أنت وعن بتصيد تتناول وجبات فيكن كمان اليوم من أجمل الأشياء اللي ممكن تصادفها في هذا المكان غروب الشمس من أحد المقاهي الموجودة أو المطاعم المنتشرة على ساحة المدينة شي روعة أقول الحمد لله وسبحان الله لمحبين الغطس مراكز الغطس المحليين بجازان واحدة من الأمور والرحلات الجميلة جدا لتبعد كثير اغطصنا جزان لتشوف بقى الأسميك الملونة التشكيلات المرجانية الزاهية بجزر غير مأهولة وقد يلاحظ الغواصين سلاحة في البحر وأبقار البحر وأسماك شياطين البحر كما بتقدروا تكتشفوا حطام السفن التي تآكلت بفعل مياه البحر المالحة وأولئك الذين يستمتعون بالقرب من السطح ما يزال هناك الكثير من العجائب فالغطس في هذه المياه الدافئة متعة حقيقية إذا رحت على جزان عليك بجزيرة فرسان جميلة شاعرية مصدر لا ينضب من المغامرات فيها جوهرة تاج جزان ثلاث جزر من أصل 84 جزيرة مأهولة بصورة دائمة والباقي بمثل محمية بحرية طبيعية إلى حد كتير كبير هونيكي موطن للشواطئ ذات الرمال البيضاء وأشجار المانجروف الخضراء والمنحدرات الداخلية المنخفضة والسماء الزرقاء الفسيحة أنا عم بحكي يا رب يعني يارد تكون عم خليكم تتخيلوا نحن وين أنت هلأ بتشكيلي متنوعة من الطيور والحياة البرية بما في ذلك حيمرق قدامك غزال الجبل والبجع الرمادي ومجموعات طيور النحام رح تكتشف الجزر وتغطس بالمياه الضحلة وتختم اليوم على دوق شعلة النار ودفقة في المساء تحت السماء الهادئة والنجوم رحلة سعيدة لكل اللي قرر يروح وسياحة داخلية متميزة لنتنفس روح السعودية هيك منختم مشوار أحلى صباح إلى اللقاء